كرم معهد أرد الأكاديمي للفنون عشرة من طلابه المتميزين الذين خضعوا على مدار ستة أشهر لدورات في الفن التشكيلي والرسم والنحت وتمكن الطلب من إنجاز عدة أعمال فنية استثمرت في إقامة ثلاثة معارض تفاعل معها الحضور الطلاب تمكنوا عبر دروس نظرية وعملية من قبل إدارة المعهد إلى رفع مستواه الذي يظهر عبر لوحات قاموا برسمها وأعمال قاموا بنحتها بداية أنا كتير مبسوط بهذا الإنجاز العظيم اللي صار بهذا المركز مركز أرد أكاديمي من خلال فترة وجيزة اللي هي أربع شهور فيني أعتبره هلأ تكريم لخريجين طلاب فنون بشكل أكاديمي من خلال مبادرة طرحوا بعض الأصدقاء الفنانين تشكيليين بمدينة حلب فأنا أعلن كفنان تشكيلي ولادة ما يقارب العشر فنانين كان عاشوا مخاض ولكن هذا المخاض جميل جدا بشر بولادة أنا وواسك أنه هنين عشر فنانين هكونوا في مدينة حلب والله هي البادرة يعني إن شاء الله وطعلا حتكون متكررة ومستمرة إن شاء الله والناس حتشجع لتعمل مبادرات وحلب واللادة وبالفن وبالثقافية وبكل شيء هذه موجودة فنحن أنا مبادرتي إن شاء الله وطعلا تكون قدم خير على حلب وعلى جميع الموجودين هنا من الناس من التجار من الكبار المسؤولين من أي شيء يدعموا هالشباب هالجيل الجديد أنا جاي دعم للتظاهر الثقافية المتعلقة بالرسم من خلال أستاذ زياد مرشحة ولذلك وجودي هو دعم للطلاب من خلال علاقتهم بالمركز الفني ومحمد زيدان والأستاذ مرشحة طبعا المبادرة هي عبارة عن نثر ريارحين وبزور جديدة لأغناء الوسط الفني العطش في مدينة حلب الشيء الظاهر المعروف أنه الأزمة اللي مرنا فيها كانت كثير صعبة وأحد جوانبها أنه نحن صار في عنا حالة من الضعف أو الهشاشة النفسية الداخلية اللي بحاجة لأنه نرجع نشوف فيها أنوار جديدة أول شيء التكريم اليوم كثير شيء عظيم شعور التكريم كثير حلو بالنسبة مو بس للطلاب بأن اليوم كمان أنا عم بتكرم هذا الشيء بشارني بالمسؤولية أكبر يعني هاي أحلى فرحة يمكن بعيشة بهذه الفترة يعني فترة كثيرة أثر كثير حلو لهلأ ولبعدين وقدمت دروع وشهادات للمكرمين إضافة لوجود موسيقى تخت شرقي أطفل طابعا جميلا على هذا العمل